الحمد لله رب العالمين حكم ترجمة معاني القرآن وأهميتها تبين فيما سبق بأن ترجمة القرآن على نوعين حرفية وهذه مستحيلة ومعنوية أو تفسيرية من العلماء من ذكر أو جعل التفسيرية والمعنوية نوعا واحدا ومنهم من فصل وهذا ما سنبينه إن شاء الله في هذا اللقاء فنقول كما ذكر الشيخ مناع القطان الترجمة التفسيرية تكاد تكون مستحيلة لأن الترجمة التفسيرية كما سبق يقول المؤلف والذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصلي والإحاطة بجميع معنى فإن خواصة كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل فالفاعل في الاستفهام وغيره والمضاف مقدم على المضاف إليه والموصوف مقدم على الصفة إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلا كالوجين الماء أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها كعظيم الأمل وليس الشأن كذلك في سائر اللغات والتعبير العربي يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن يحل محله تعبير آخر بلغة أخرى فإن الألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه فضلا عن التراكيب والقرآن الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة وله من خواص التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات إعجازه وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسان ومن هنا حكم فقال ولهذا لا تجد أو لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية بل يقال استحالت ترجمة القرآن استحالت ترجمة القرآن ترجمة حرفية فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله المعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوة ولا يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله فإن الله لم يتكلم إلا بما تتلوه بالعربية ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلمته فترجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها تخرج القرآن عن كونه عربية ولذلك هي مستحيلة من جهة وحرام من جهة أخرى بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى ويأتي مثلا بي الحمد لله رب العالمين ويترجمها بلغة أخرى ويقول كذا وكذا وكذا فهذا حرام لا يجوز لأنه تقول على الله ونسبة للقول إليه بدون برهان ولا يصح هذا بل إنما قال الله ما ذكر في كتابه الكريم باللغة العربية التي نزل بها القرآن فنفرق ولا إشكال في هذا النوع أما الترجمة المعنوية فقد أطال المؤلف فيها رحمه الله وبين تفصيلا جيدا فيها القرآن الكريم وكذا كل كلام عربي بليغ له معاني أصلية ومعاني ثانوية معاني الأصلية المعاني الظاهرة من الكلام والمعاني الثانوية المعاني التي تأخذ من دلالة التركيب والأسلوب وتستنبط من هذا الكلام وتأخذ منه فالمراد بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم الذي يرتفع به شأن الكلام وبها كان القرآن معجزا فالمعنى الأصلي لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب أو منظومه ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن فإن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه أي بالمعنى الثانوي وإياه عن الزمخشري في كشافه بقوله إن في كلام العربي خصوصا القرآن من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان ما لا يستقل بأدائه لسان طبعا هذا على أن إعجاز القرآن كامن في نظمه وأسلوبه وقد سبق الكلام عن إعجاز القرآن وبينا بالتفصيل ما وجه إعجاز القرآن وأن إعجازه كامن في كونه كلام الله سبحانه وتعالى على كل حال المعاني الثانوية هي المعاني البديع التي تأخذ من نظم الكلام وأسلوبه الذي ورد به وسيأتي تفصيله لذلك ثم قال حكم الترجمة المعنوية ترجمت معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور إذ لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسمى عند علماء البيان خواص التراكيب وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاءه وهو ما يقصده الزمق شريف عبارته السابقة فوجوه البلاغة القرآنية في اللفظ أو التركيب تنكيرا وتعريفا أو تقديما وتأخيرا أو ذكرا وحذفا إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآن وكان له وقعه في النفوس هذه الوجوه في بلاغة القرآن لا يفي بحقها في أداء معناها لغة أخرى لأن أي لغة لا تحمل تلك الخواص أما المعاني الأصلية يعني المعنى العام المعنى الظاهر فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى وقد ذكر الشاطبي في الموافقات المعاني الأصلية والمعاني الثانوية ثم قال إن ترجمة القرآن على الوجه الأول يعني النظر إلى المعانيه الأصلية ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة عن المعنى الأصلي أو على المعنى الأصلي هذا كلام الشاطبي يعني المعاني الأصلي مثل لا إله إلا الله معناها الأصل الظاهر هو توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى لكن هناك معاني يعني قد تكون دقيقة من حيث دلالة لفظ التوحيد هذا دلالة الحصر في لا إلا ومعنى مثلا لا إله إلا الله الغرض من التنكير في لا إله بإفادة العموم هذه الدقائق يعرفها أهل اللغة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه المعاني الدقيقة في لغة أخرى مثلا ولم يكن له كفوا أحد سبب التقديم والتأخير كما تكلم عنه العلماء إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هذه معاني دقيقة تأخذ من اللفظ من حيث بلاغته ونظمه وأسلوبه الذي ورد به في القرآن الكريم المعنى الأصلي واضح مثلا إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة قال سلام يعني أنه سلم أن الملائكة سلموا عليه وهو رد السلام هذا المعنى الأصلية لا إشكال فيها لكن المعنى كما سيأتي الثانوية هي التي يصعب نقلها بل قد يستحيل أحيانا إلى لغة أخرى نقول يقول المؤلف ومع هذا فإن ترجمة المعنى الأصلية لا تخلو من فساد لماذا؟ قال فإن اللفظ الواحد في القرآن قد يكون له معنيان أو معاني تحتملها الآية فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة هذه إشكالية أخرى أن أحيانا بعض الألفاظ تحتمل عدة معاني وقد لا تجد في اللغة الأخرى ما يدل على هذه المعاني كلها بلفظ واحد فيتعذر إذن ترجمة الكلام هذا الذي يحتمل أكثر من معنى بلغة أخرى ثم قال وقد يستعمل القرآن وقد يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناها الحقيقي ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني القرآن ثم قال وما ذهب إليه الشاطبي واعتبره حجة في صحة الترجمة عن المعنى الأصلي ليس على إطلاقه فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة في إبلاغ الدعوة بالتوحيد وأركان العبادات ولا يتعرض لما سوى ذلك ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان العربي إذن حتى الترجمة المعنوية فيها إشكال طيب ما الحل؟ الحل هو في الترجمة التفسيرية التي تكلم عنها المؤلف ترجمة التفسيرية يعني لا تترجم القرآن ولا تترجم معاني القرآن وإنما تترجم تفسير القرآن بالفرق يعني أنك لما تترجم التفسير أن يعلم بأن هذا تفسير لكلام الله فسره أحد العلماء باجتهاده وفيما يراه بناء على قواعد التفسير ثم يترجم هذا التفسير على أنه تفسير هذا العالم لا على أنه معاني القرآن جزما ولذلك قال المؤلف هنا ويحق لنا أن نقول إن علماء الإسلام إذا قاموا بتفسير للقرآن يتوخى فيه أداء المعنى القريب الميسور الراجح ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة فإن هذا يقال فيه ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة تفسيرية بمعنى شرح الكلام وبيام معناه بلغة أخرى ولا بأس بذلك فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على اختلاف أجناسها وألوانها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول وبعثه إلى الناس كافة وشرط لزوم الرسالة البلاغ والقرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة العربية ملزما لها ولكن سائل الأمم التي لا تحسن العربية أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها على ترجمة هذه الدعوة بلسانها وقد عرفنا قبل استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها واستحالة ترجمة المعاني الثانوية ومشقة ترجمة المعاني الأصلية وما فيها من أخطر فلم يبقى إلا أن يترجم تفسير القرآن الذي يتضمن أسس دعوته بما يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السنة إلى لسان كل قبيل حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة قال وترجمة تفسير للقرآن على هذا النحو على نحو ما ذكرنا يصح أن نسميها بالترجمة التفسيرية وهي تختلف عن الترجمة المعنوية وإن كان الباحثون لا يفرقون بينهما فإن الترجمة المعنوية توهم أن المترجم أخذ معاني القرآن من أطرافها ونقلها إلى اللغة الأجنبية كما يقال في ترجمة غيره ترجمة طبق الأصل فالمفسر يتكلم بلهجة المبين لمعنى الكلام على حسب فهمه فكأنه يقول للناس هذا ما أفهمه من الآية والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام وصبه في ألفاظ لغة أخرى وشتان بين الأمرين فالمفسر يقول في تفسير الآية يعني كذا ويذكر فهمه الخاص والمترجم يقول معنى هذا الكلام هو عين معنى الآية وقد عرفنا ما في ذلك ثم قال رحمه الله وينبغي أن يؤكد في الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصي خاص لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن وإنما تتضمن ما أدركه المفسر منها وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن ثم بيّن حكم ذلك وأنه مطلوب لأن إبلاغ العقيدة ونشر الإسلام مطلوب فلابد أن يبين بلغة المخاطبين قال وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام فإنما يتوقف على هذا البلاغ من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إليها واجب كذلك فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أن معرفتنا لهذه اللغات بالقدر الضروري تمكننا من دراسة كتبها للرد على المبشرين والمستشرقين الذين غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب وهذا هو ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقل والنقل أي تعارض العقل والنقل عندما قال وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني الصحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرسي والتركي بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ثم قال ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأت من اليهود عليه هذا كلام شيخ الزلام تيمية قال المؤلف وإذا كانت الترجمة بمعنى الحقيقي ولو للمعاني الأصلية لا تتيسر في جميع آيات القرآن وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير كان من الضروري إشعار القارئ بذلك ومن وسائله كتابة جمل جمل في حواشي الصحائف يبين بها أن هذا أحد وجوه أو أرجح الوجوه التي تحتملها الآية ثم اقترح المؤلف هذا الاقتراح ولو قامت جماعة ذات نيات صالحة وعقول راجحة وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية وهي على بينة من مقاصده وعلى رسوخ في معرفة تلك اللغات وتحامت الوجوه التي دخل منها الخلل في التراجم السائر اليوم في أوروبا لفتحت لدعوة الحق سبيلا كانت مقفلة ونشرت الحنيفية السمحة في بلاد طافحة بالغواية قاتمة ذكر أن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذورة فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن يشترط لجواز ذلك شروط الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث استغنى بها عنه وعلى هذا فلابد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانب هذه الترجمة لتكونك التفسير له مع التنبيه كما سبق على أن هذه ترجمة التفسير لا ترجمة معاني الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضي حسب السياق الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه يعني الأمانة فهذه شروط لا بد من مراعاتها الأمانة يعني أن يكون عالما أمينا ثم نختم بقولنا أن ترجمة القرآن والحديث عنها مظهر من مظاهر ضعف المسلمين خاصة في هذا الزمن لأن المتقدمين كانوا إذا فتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله يخبرونهم بالإسلام فيتعلمون لغته ويتقنونها لأجل أن يعرفوا سائر أحكام الإسلام التي لا يمكن أن تتعرف عليها إلا إذا تعرفت على لغة القرآن ولغة أهل الإسلام وهي اللغة العربية نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع ترجمة القرآن بهذه المسائل الثلاث معنى الترجمة وأنواع ترجمة القرآن وحكم ترجمة معاني القرآن وهميتها والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد